الى الشأن الليبي الان فصعوبات كبيرة واجهت فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبي حتى تمكن من دخول طرابلس تحت جنح الليل لكن خلال ايام قليلة فقط من حط الرحال في العاصمة الليبية تمكن السراج من تحقيق مكاسب عدة فعقد اجتماعا لحكومته في القاعدة البحرية وتجول بحرية في شوارع طرابلس وحصل ايضا على تأييد مزيد من الاطراف الداخلية تأييد تضاءلت معه المعارضة السياسية له من حكومتي طرابلس وتبرق على حد سواء لتثار تساؤلات كثيرة عن اسباب تمكن السراج من تحقيق هذه المكاسب بين هذه الصورة الملتقطة في الصخيرات وهذه الملتقطة في طرابلس ثلاثة اشهر ونصف في الاولى سفق الليبيون بحماس لاتفاق وعدهم بحكومة وحدة تنهي خلافاتهم رعي الاتفاق المبعوث الدولي الى ليبيا مارتين قبلر بدى متفائلا وواثقا كما بدى فايز السراج الاسم الذي وقع عليه خيار الدولي لقيادة المهمة الليبية الجديدة في الثانية خط السراج الاحرف الاولى على الصفحة الليبية الجديدة بخطوات وضعته في قلب طرابلس في توقيت وتفاصيل تطرح الكثير من الاسئلة من دون اجوبة كافية بين المشهدين بقي الراعي الدولي واثقا ومرتاحا ومتفائلا باجندته كما بقي الرجل الذي لم يتراجع عن كلماته وبياناته المكتوبة والمدعومة اوروبيا وصل السراج الى العاصمة بحرا ولم يقف اغلاق المطار في وجهه عقبة لتغيير خطواته في غدون ايام تسارعت خطواته ليتسارع على ايقائها تراجع خطوات الاطراف الاخرى ايام معدودة فجأة بدت كافية لتغيير مواقف طالت اكثر من عام رئيس الحكومة المنبثقة عن المؤتمر الوطني المنتهي ولايته خليفة الغويل يخرج بنفسه ليتعهد بمعارضة سلمية من دون سلاح هل هي خطوة ارغم عليها الغويل ام اتفق عليها مع القوة الجديدة التي فرضت نفسها على الارض قوة وضعت تحت جناحها في غدون ايام اوراق ولاء وقعتها اغلب مؤسسات الدولة والبلديات المحيطة بالعاصمة ومن اهم الولاءات التي وضعها السراج في سلته ذلك التأييد الذي اعلنه المصرف المركزي ومؤسسة النفط ما يعني ان سلته المدعومة دوليا باتت ثقيلة وتستحق الدعم اكثر واكثر العناية الدولية ورقة مضمونة في سلة السراج ذلك الطرف الذي ارتأى على ما يبدو تسريع العجلة الليبية خوفا من هبوب رياح قد تعصف بمصالحه وامنه التهديد الابرز يبقى اسمه داعش ورقعته التي بدأ بالتوسع مستغلة الانقسام الليبي والجدل الدولي المبعوث الدولي مارتين كوبلر يعلنه صراحة مؤكدا ان حكومة الوفاق لن تتراجع هذه المرة مشددا انها مستمرة الخطوات المقبلة بعد تثبيت الاقدام غربا ستتجه شرقا البرلمان الليبي المعترف به دوليا في طبرق اليه تتجه الانظار والتساؤلات بشأن موقفه النهائي من حكومة السراج والشكل النهائي للسلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد وايضا اخبار متعلقة بهذا الموضوع تونس تعيد فتح سفارتها في ليبيا وايضا الجنرال الايطالي باولو سيارا مسؤول المغفر الامني في الامم المتحدة يصل العاصمة الليبية ترابلس تطورات كثيرة ومتسارعة فيما تعلق بالشأن الليبي لمحاولة فهم كل هذا معنا من القاهرة السياسي الليبي عبد الحفيظ غوقة مساء الخير أستاذ عبد الحفيظ مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار مساء النور يعني على عكس ما كان متوقعا كان البعض يتوقع أن يجد السيد السراج الكثير من العراقيل والكثير من المشاكل البعض توقع مشاكل أمنية في العاصمة ترابلس ولكن الآن نرى عكس ذلك تماما مزيد من التأييد للسيد السراج سواء على الصعيد الشعبي والداخلي والصعيد الخارجي وأيضا كل هذه التحركات التي يعني تصب في دعم حكومة السيد السراج ما الذي حصل ليقلب الأمور بهذا الشكل أعتقد أن السبب الرئيسي هو رغبة أهالي طرابلس وليس طرابلس فقط ولكن كل المدن الليبية من وجهة نظري رغبتهم في الوفاق وأنهم يروا أن في حكومة الوفاق الوطني باتت هي الملاذ الأخير والحل الأخير لحل الأزمة الليبية هذه حقيقة تجلت بعد مقدم رئاسة حكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس واستقبالها على هذا النحو دعنا نقول أنه استقبال شعبي أكثر منه رسمي باعتبار السلطات تمت تراجعت بعد دخول إلى العاصمة وراءت تردد فعل الناس وترحيبها بحكومة الفاق الوطني أعتقد أن هذا الأمر ليس فقط في طرابلس ولكن في سائر المدن الليبية هذه خطوة مهمة ورحبنا نحن بهذه الخطوة وهو تمكن مجلس الرئاسة من الدخول إلى العاصمة طرابلس ولا تكون هناك إشكاليات تواجه هذا المجلس ولكن الخطوة الأهم أن يتم المحافظة على الاتفاق السياسي ومنص عليها الاتفاق السياسي وذلك بالعمل مع مجلس النواب وأن تمنح التشكيل الوزرية التي يجب أن تقدم من المجلس الرئاسي إلى مجلس النواب الثقة ويصار إلى تعديل الإعلان دستوري لتكتمل الخطوات القانونية والدستورية لتكون حكومة الفاق الوطني ومجلس الرئاسية هو السلطة التنفيذية الوحيدة في ليبيا والتي لا خلافة عليها على الإطلاق نتمنى أن تحدث هذه الخطوة وأن لا تصعد الإجراءات من قبل البعثة الأممية أخي الكريم نحن لاحظنا في السابق أن أول من خرق الاتفاق السياسي كان المبعوث الأممي السابق السيد ليون عندما فاجأ الجميع عند إعلانه للمجلس الرئاسي بأنه سمى رئيس مجلس الرئاسي وتلاتة نواب بدل من نائبين وهذه أثارت إشكالية وإذا كانت هذه الإشكالية قد تم تجاوزه وحله بزيادة أعضاء المجلس الرئاسي ليصل عدد إلى تسعة فإن الإشكالية الحديثة وهي أن نتجاوز مجلس النواب كما ذكر السيد كبلر ثم عاد وتراجع وأكد أن مجلس النواب دوره أساسي في منح الثقة للحكومة نتمنى أن لا يقع هذا الخطأ أستاذ عبد الحفيظ هذه النقطة الدستورية المهمة التي يعتبرها العقبة الأساسية هل ما يحصل اليوم من تطورات إيجابية دعنا نقول في طرابلس لصالح الحكومة هل هذا يمهد الطريق أمام اعتراف برلمان طبرق ومنح هذه الحكومة الثقة اللازمة لممارسة عملها أعتقد ذلك تماما أخي كريم أنت مصيب في هذه المسألة لماذا؟ لأن تمكن المجلس الرئاسي وسيطرته على العاصمة طرابلس وعلى المؤسسات الاقتصادية والأمنية على النحو الذي شاهدناها خلال الأيام الأربع الأخيرة هذا مؤشر جيد ومن شأنه أن يعزز الثقة بمجلس الرئاسة وقدرته على إدارة شؤون الدولة من العاصمة حيث الإدارات والدووين المختلفة للدولة الليبية هذا صحيح ولكن نحن نتمنى أن لا يتم تصعيد الخلاف ما بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب لأن الاتفاق السياسي ينص على التكامل وعلى التعاون وعلى التنصيق بين السلطات المختلفة وفي مقدمة طبيعة الحال البرلمان الذي يمثل المصاري الديمقراطي للليبيين وهذا أكدت عليه وثيقة الاتفاق السياسي التي أتت بمجبة حكومة الوفاق الوطني الأمور تسير من وجهة نظري بشكل جيد نحو الحلحلة والانفراج ولكن يتبقى الخطوة الدستورية والقانونية الأهم وهي مجلس النواب لكل استحقاقات عليها أن يقوم بها سوى كان مجلس النواب من خلال دعوة أعضاه إلى الاجتماع للنظر في الإعلان الدستوري وتعديلي أو المجلس الرئاسي وهو أن يقدم التشكيل الوزرية أنا الآن أعلم من هم أعضاء المجلس الرئاسي ولكنني لا أعلم من هم الوزراء وهناك فرق ما بين مجلس الرئاسة وما بين الحكومة الوفاق الوطني الممثلة في مجلس الوزراء عليه أن يقدم التشكيل الوزرية الأخيرة المصغرة إلى مجلس النواب لتنال الثقة ويحرص على تضمين الاتفاق السياسي الذي أتى بموجبه في الإعلان الدستوري حتى نكون أمام عملية سياسية لمرحلة انتقالية هي الأخيرة لا تستمر أكثر من عام أو في أحسن الأحوال كما جاء في الاتفاق السياسي العامين لا أكثر في الوقت المتبقي أستاذ عبد الحفيظ هل ستتمكن هذه الحكومة من فعل أي شيء عمليا بدون الحصول على ثقة البرلمان هل وجودها في طرابلس عمليا سيعني أي شيء بالنسبة لإدارة شؤون الدولة إدارة المؤسسات وكل هذه الأمور لا لا أخي الكامير هو إذا لم يتم الحصول على ثقة مجلس النواب الحكم لأن مجلس النواب دوره هو الذي سيقر السياسة العامة التي ستضعها الحكومة وهي إلى الآن لم تضع سياسة عامة لبرنامج عملها خلال مرحلة انتقالية القادمة هو الذي سيقر ويعتمد الميزانية التي ستقدم من قبل مجلس الرئاسة هو الذي سيراقب عمل الحكومة ويمنح الثقة هذا هو الاتفاق السياسي ولا أرى أن الحكومة ستكون قادرة على تقديم ميزانية أو أن تعتمد لها ميزانية إلا عن طريق مجلس النواب وهو السلطة الشرعية التشريعية الوحيدة في البلاد إذن مجلس النواب دوره مفصلي إذا بدون مجلس النواب لا يكون هناك اتفاق سياسي ممكن أن يكون قابلا للتطبيق وإذا اعتمد المبعوث الأممي أو حكومة الوفاق على الماءة عضو الذين أعطوا الثقة في ورقة خارج مجلس النواب فهذا لن يكون كافي عن طلاق لأن الأمر يتطلب تعديل الإعلان الدستوري ويتطلب عقد جلسة لمناقشة الميزانية العامة ولمناقشة برنامج عامل حكومة وهذا لا يتأتى إلا عن طريق اجتماع لمجلس النواب نحن نقول أن الأمر قد يبدو صعبا ولكنه ليس مستحيلا في أن تعقد الجلسة وأكد مجلس الرئاسة على قدراته على إدارة شؤون الدولة من خلال تواصله خلال الأيام الماضية مع كافة المؤسسات في الدولة الليبية وهذا أمر جيد وبكل تأكيد محل ترحيب من أبناء الشعب الليبي ولكن يتبقى إرادة الليبيين ممثلة في البرلمان يجب أن تكون محترمة ومعتبرة إذا أردنا أن ننأى عن المشاكل وحتى لا ندخل فعلا في مسألة صعبة أن تكون مجلس الرئاسة في طرارس وتكون الحكومة المؤقتة في الشرق الليبي في البيضة هذا لن يتأتى إلا باتفاق وبوفاق داخل مجلس النواب لتسلم الحكومة المؤقتة المهامها إلى الحكومة الوفاق الوطني وهذا هو الخطوة المطلوبة لأن في طرابلس لا توجد حكومة ممكن أن تسلم شرعية محترف بها إلا في مدينة البيضاء التي رأسها السيد الثني أما في طرابلس انسحبت الحكومة الموازية وتركت دواوين الوزارة وهذا شيء محمود ونثمن أنه لم يتم صدام في هذا الجانب شكرا لك أستاذ عبد الحفيظ غوقة السياسية اللي كان معنا مباشرة من القاهرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة